بنتر نعتي معكم أوريكا وهذا الجزء الثاني من الدرس عن حروف الجر باللغة الإيطالية في الجزء الأول شفنا ما معنى بريبوزيزيونة باللغة الإيطالية وكمان شفنا ما هي أنواع حروف الجر باللغة الإيطالية في الجزء الأول تحدثنا عن D وقلنا ما هي الستعاش الترق الأكثر استخداماً لحرف الجر D باللغة الإيطالية واليوم رح نتحدث عن حرف الجر A كومنتيere كيف نقول أنا في المنزل باللغة الإيطالية؟ هل نقول لا صح؟ عندما نريد أن نعبر عن الوجود أو عدم الوجود رح نستخدم فعل الكينونة باللغة الإيطالية فدروني ما نقول ترجمنا في كأ أنا في المدرسة أنا في الشغل لا هنا في حاجة إضافية لأنه بالطريقة العادية رح نضطر أنه نقول بس باللغة الإيطالية يفضل أنه يسهل عملية النطق فجمعوا الأ مع ال يعني جمعوا حرف الجر البسيط مع أداء التعريف بكلمة واحدة فسار الآن حرف جر مركب لدينا أل أنا في الجامعة جامعة هي كلمة مؤنثة فدiciamo لونيفرسة تاريب لأ بس بردو لأنه ما نريد أن نقول لأ وونيفرسة نقول على طول لونيفرسة لحين إذا أريد أن نقول أنا في الجامعة رح نقول برضو جمعوا ما بين أ و ل وإذا أردت أن نقول أنا في المكتب باللغة العربية نستخدم في في جميع هذه الأمثلة أنا في المنزل أنا في الجامعة أنا في الشغل أنا في المكتب هنا انتبهوا لأنه باللغة الإيطالية يستخدم إن sono in of feature وإذا أردت أن نقول أنا في إيطاليا رح أقول sono in إيطاليا وليس A رح نشوف حرف الجر إن في الدروسة القادمة بس حبيت أن أقول لكم من هذه النقطة الآن فكما رأينا نستخدم حرف الجر A لكي نعبر أن البقاء في المكان lo stato in logo إذن نستخدمها للانتقال إلى مكان معين per ilmoto al logo لهذا السبب إذا أردنا أن نقول أنا ذاهب إلى المنزل رح أقول vado a casa non di, non da, non in أنا أذهب إلى المدرسة vado a scuola أنا أذهب إلى الشغل اذكروا إنه برضو هنا رح يكون al وليس a lavoro vado al lavoro ممكن تقولوا الفعل يعني مثلا vado a lavorare هذا مقبول ومثلا إذا قلت vado a dormir بس هنا نتحدث عن الانتقال إلى مكان مش عن الهدف الذي أنت رايح فيه إلى هذا المكان فنقول vado a casa هل تذكروا كيف نقول بيت ماريو؟ شوفناها في الدرس الأول في الجزء الأول يقاموا la casa di ماريو استخدم حرف الجر D إذا أريد أن أقول أنا ذاهب إلى منزل ماريو كيف رح أقولها؟ أنا ذاهب vado إلى بيت حاجة معينة حدثت في فترة معينة من العمر مثلا تزوجة في الأربعين من عمره ومثلا نستخدم حرف الجر A لكي نعبر عن عن مفعول به غير مباشر إيش هذا الشيء؟ نحن رح نشوفه لو تذكروا لما تحدثنا عن أبسط جملة باللغة الإيطالية قلنا أنه ممكن نستخدم دمير وفعل ورح يكون عندنا جملة أبسط جملة باللغة الإيطالية مثلا studio io studio وإذن تحدثنا شوية عن المفعول به الكومبليمنتو الجاتو مثلا io guardo il video أنا أشاهد ماذا الفيديو فهذا نعتبره الكومبليمنتو الجاتو لكن إيش الكومبليمنتو دي تارميني هذا؟ بدلا من أن يجاوب على السؤال من أو ماذا يجاوب على السؤال لمين أو لماذا المثال الذي عندنا هنا do il regalo a Sarah أنا أعطي الهدية لمين ل Sarah domani telafono a mio nonno غدا سأهاتف جدي من الذي بيكون وكشوفو termina terminare معناته ينتهي فهناك أنه بنقول ما هو الشيء والشخص الذي بينتهي في الفعل do il regalo يعني lemon a Sarah رح تصل lemon لجدي الكومبليمنتو دي تارميني هذا مهم جدا وإذن رح نتحدث عنه في الدرس عن الدمائر المباشرة والغير المباشرة لأنه إذا قلت le do il regalo اللي هنا ليس أداة تعريف بل مفعول به غير مباشر أو complemento di termina رح نشوف هذه الأشياء بس أريد أن تذكروا هذا المصطلح il complemento di termina il modo الطريقة imparo l'italiano come يعني أنا أتعلم الإيطالية بأي طريقة يعني كيف رح أتعلمها a poco a poco شيئا فشيئا إذا تذكروا أيضا قلنا أنه حرف الجر دي نستخدمه لكي نبين الطريقة التي تحصل فيها الفعل فيمكننا القول entrato d'improvviso يعني فجأة o entrato all'improvviso بطريقة مفاجأة المعنى بتكون نفسها بس استخدمنا حرف جر مختلف لا نستطيع أن نستبدل كل جملة بهذه الطريقة رح تنفع فقط مع جملة معينة il mezzo الوصيلة نحن أتينا إلى هنا يعني لقد جئنا كيف a piedi يعني siamo venuti a piedi باستخدام الأقدام بس انتبهوا لأنه إذا تريد أن تقولوا أتينا هنا بالسيارة رح نقول siamo venuti in maquina la pena العقوبة إذا نستخدم a lo hanno condannato a dieci anni حكموا عليه بالسج لمدة عشر سنوات نحن تقريبا جبنا نفس الجملة واستخدمنا حرف الجر d'i المرة الأولى بس غيرنا الفعل الذي جاء قبل حرف الجر فنحن هنا قلنا li hanno dato ونكندان di dieci anni كنه lo hanno condannato a dieci anni il fine il mio lavoro adwe passi adwe passi فقط فهنا من قلناها ال cuore qualità النوعية un fornello a gas ok لدينا forn أي نوع من forn a gas وكذا كملنا الدرس عن حرف الجر A باللغة l'Italia e ci vediamo nella prossima lezione parleremo della preposizione DA rachnetحدث عن حرف الجر D tchau tchau موسيقى